انتحان علوم الصف الرابع ابتدائي الفاصل الدراسي الثاني السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة صحيحة وعلمة خطأ أمام العبارات غير صحيحة فيما يلي واحد وزن السيارة يؤثر على سرعتها عبارة صحيحة اثنين بعد تصادم السيارة تنكمش الوسادة الهوائية بنفس سرعة انتفاخ عبارة صحيحة ثلاثة الأجسام ذات السرعة العالية أقل عرضة للضرر من الأجسام ذات السرعة الأبطأ عبارة خطأة ليه؟ الأجسام ذات السرعة العالية بتكون أكثر عرضة للضرر من الأجسام ذات السرعة الأبطأ أربعة يمكن تشغيل عربة استكشاف المريخ كروسيتي عن بعد عبارة صحيح خمسة كلما زادت سرعة السيارة كلما قلت كمية الوقود المستخدم عبارة خاطئة كلما زادت سرعة السيارة كلما زادت كمية الوقود المستخدم السؤال الثاني اكتب المسترح العلمي المناسب لكل عبارة من العبارات التالية واحد عملية يحدث خلالها استضام بين جسمين أو أكثر ويصحبها نقل الطاق عملية ايه؟ برافو التصادم اتنين سائل يختزن طاق كميائية يستخلص من الوقود ويستخدم لتحريك السيارة برافو البنزين ثلاثة أحد معدات السلامة وتستخدم لمنع اندفاع ركاب السيارة للأمان إذا توقفت فجأة برافو حزام الأمان أربعة الطاقة النتيجة من احتراق خشب الأشجار الطاقة ايه؟ برافو الطاقة حارية خمس الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتغير صور الطاقة فقط نسمي ايه؟ برافو قانون بقاء الطاقة السؤال الثالث أكمل الجملة التالية بالكلمات المناسبة واحد نتيجة للتصادم بين الكرة والمضرب فإن اتجاه الكرة سوف نقط سوف ايه؟ برافو صح سوف يرتد أو ينعكس اتنين في أثناء استضامة السيارة تنتفخ نقط بالغاز تنتفخ ايه؟ الوسادة الهوائي ثلاثة يحاول المهندسين تقليل وزن السيارة التي تتحرك بالطاقة الشمسية وذلك لزيادة نقط لزيادة ايه؟ صح لزيادة سرعتها أربعة الطاقات النتيجة من الغسالة الكهربائية هي الطاقة نقط الطاقة ايه؟ الطاقة الحركية والطاقة الصوتية خمس من أمثلة مصادر الطاقة المتجددة نقط زينين؟ براف زي الماء وزي الرياح والشمس